بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله سبحانه وتعالى معلما لهذه الأمة وهاديا لها صلى الله عليه وسلم فما ترك أمرا من أمور الدين إلا وأخبر أمته به فقال صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن نبي قبلي إلا أخبر أمته عن خير ما يعلمه لهم ولم يكن نبيه قبلي إلا أخبر أمته عن شر ما يعلم له ويقول صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث معنتا وإنما بعست معلما ميسرا صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم علم هذه الأمة كل شيء ولم يترك بابا من أبواب الدين أو الدنيا إلا ونبه إليه وهدى الأمة إليه ونقل وحي الله سبحانه وتعالى إليها وهذا دوره صلى الله عليه وسلم فهو المبلغ وهو الرسول الذي يعلم الناس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التعليم كان رفيقا كان حكيما صلى الله عليه وسلم سيدنا معاوية ابن الحكم السلمي كان يصلي وكان لا يعلم من تشريع الصلاة أن الإنسان لا يتحدث في الصلاة فعطس رجل من القوم فقال له يرحمكم الله فرماه الناس بأبصارهم كيف له أن يتحدث وهو يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لكم تنظرون إلي استغربوا نظراتهم فظل الناس يسكتونه ويضربون بأيديهم على أفخاذهم أن يشعرونه أن هناك شيئا في هذا الكلام لا يليق بهذا الموقف ولكن سيدنا معاوية لم يفهم ما أراده فلما انقضت الصلاة هم الناس به فقال صلى الله عليه وسلم لهم دعوه ثم قال له صلى الله عليه وسلم إن هذه صلاة لا يليق فيها إلا التسبيح والتكبير وذكر الله سبحانه وتعالى فيقول والله ما رأيت معلما أحسن منه صلى الله عليه وسلم فالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني وإنما قال له هذه الوصية الغالية التي علمه فيها آداب الصلاة ذلك الأعربي الذي دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبال في المسجد وهو بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى فأسرع الناس إليه فقال صلى الله عليه وسلم دعوه دعوه لا تزرموه وصبوا على بولته سجلا من ماء صلى الله عليه وسلم فالرجل نبهوه فقال له صلى الله عليه وسلم إن هذه بيوت الله ليصلح فيها شيء من ذلك علمه صلى الله عليه وسلم برفق وأدب وحكمة صلى الله عليه وسلم الرجل أدرك ما صنع وتنبه لما فعل وأدرك عظيم رحمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم به وتعليمه له فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا لماذا؟ ليس لأنه هو المعلم الوحيد ولكنه هو المعلم الوحيد الذي رفق به الذي علمه بحكمة ولين ورحمة وهذا هو خلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم ما ترك موقفا إلا ونبه الأمة كان يقف على ناقته صلى الله عليه وسلم في الحج يسأله الناس ويجيب صلى الله عليه وسلم كان يستثمر الأحداث والمواقف حتى يعلم هؤلاء الصحابة حتى ينقلوا الدين لمن هم بعدهم سيدنا عبد الله بن عباس كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان فتى صغيرا فقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وليست هناك مناسبة حتى يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الطفل الصغير هذه الكلمات الكبيرة الجامعة احفظ الله يحفظك أي إن أردت حفظ الله احفظ حدود الله إن أردت معية الله راقب الله سبحانه وتعالى في كل أفعالك هذا كلام كبير على طفل صغير وفيها رسالة أيضا أن في طريقك إلى الله الخطوة الأولى من عندك أنت لا تنتظر حفظ الله إلا إذا حفظت الله احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك هذه وصية علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل الذي نقلها لمن بعده رضي الله عنه وأرضاه لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان معلما رفيقا حكيما وتعلم هذا الجيل العظيم الرفق والحكمة في تبليغ الدين والحق من أخلاقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم جملنا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين